بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي تلاميذ وقبل امور الصف الرابع الابتداي اهلا وسلام بكم معكم استرامري مادين ان شاء الله هرده انشرح مع بعض ده يعتبر الليسن الاخير لان اللي بعده اللي هو اكتيفتي وده بيتم في المدرسة اللي هو المهم الدرس ده طويل شوية اه بتكلم على حاجة اسمها اللي هي المخاوف البيئية بتاع المدن الكبيرة طبعا لان بيبقى فيها مصانع وعربيات وخلافه يعني بيحصل فيها فهنشوف الاضرار بتاعته وازاي ان احنا نقلل التلوث ده وامور كتير هنتكلم فيها ان شاء الله مع بعض بالتفصيل درس طويل ودسم وفيه في نهاية اسئلة كميتهم كبيرة شوية عن المؤتد وطبعا في الاول زي ما احنا عارفين بيكون عندي اللي هو بيبقى فيها مصطلحات جديدة علينا بس في البداية ان شاء الله ان شاء الله هنعمل سريع على من اول بحيث ان احنا نتذكر ايه اللي كان في ده وعلاقته باللسن الاخير اللي هو لسن فور في كونتسبت سري تو لسن وان كان هو بيكلم على حاجة اسمها الفيول الوقود وكان عاوز يعرفني يعني ايه هو الفيول اللي اتس اني السابستانس هو اي مادة زاد بريدوس السيرمال انرجي وين تس بيرن لما بيحصل لها عملية حرق تطلع طاقة حرارية سيرمال او هيت انرجي معناها طاقة حرارية طيب هنا بيقول لي يعني الحرارة دي بيكون اساسها من الصن وعرفنا ده بعد كده دور الشمس والحرارة في تكوين الحاجات زي اللي هي الاول والكول وخلف فانا بيقول لي فورمس فيول في عندي اويل كول ناترال جاز دي فورمس فورمس يعني اشكال مش فروم فورمس يعني اشكال او انواع من الفيول اكستراكتد بنستخلصها منين من بطن الارض دي اكتر حاجة من استخدامها في حياتنا اليومية طيب هنا بيقول لي طبعا قلنا مثلا ان الجازولين الجاز اللي هو بيبقى فيه محطات اللي هي الوقود يعني اما نروح نفاول العربية او كده هو بيجي من الزيت والزيت ده هنا معناه زيت البترول تمام الخام اللي بيستخلص منه حاجات كتير منها اللي هو الجازولين برضو بيجي من طب الفيول ده بنستخدامه في ايه اللي هي اغراض عديدة مثل تدفئة التدفئة تدفئة تدفئة الى وسائل النقل وده مهمة جدا 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 موضوع تدفئة الالكتريستي طيب هنا بيقول لي اللي هي الرحلات لان احنا بنتهى البساطة لما التانك بتاع الكار يخلص منه الوقود جازولين بوينتر اللي هو المؤشر بتاع الوقود او البنزين مالو قريب من الصفر ده معناه كده ان انت محتاج تروح لجازستيشن عشان تعمل اللي هي عملية عادة تفويل زي ما بنقول يعني في التفويل جاء من كلمة فيول طبعا حاجة لما تتحرق طبيعي نيات الدنيا سيرمال او هيت انرجي بعد كده بتتحول انتو اي كينتك او ميكانيك ال انرجي ويتش كوز موف او زي كار طيب هنا بيقول لي ازاي يوز اس او سم ديفرنت فورم سفويل احنا ربنا الفورم سفويل ازاي الاويل والكول والناترول جاز تعالوا ما نشوف مثلا بيقول لي حاجة زي الكول انبود بيستخدموا فيين في القاكينج فود والوارمينج وان كول مي بيوزد انجينيريتنج اليكتريستي وبرضو مهم جدا 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 معنا النهاردة ان الفحم بيستخدم في تخليق او توليد القهر والجازولين والناترول جاز برضو بيستخدموا في الجنيريتنج اليكتريستي وبراتنج طب الجازولين ده عبارة عن ايه؟ بيقولي ده عبارة عن اللي هو خليبه لك في مشكول هو جاي من الويل اللي هو البترول وده الغاز اللي احنا نستخدمه يعني في عمليات الطهي تمام فانا بيقولي الكل ممكن نستخدمه في حاجتين وفي يعني السم بيبقى ليه طبعا تتحول كيميكال انرجي اي اولاد فيول بيخزن كيميكال انرجي نوع الانرجي اللي موجودة جوه اي فول اللي هي اسمها ايه؟ كيميكال انرجي حلو يبقى لايت اتحولت لكيميكال بعد كده لو احنا نستخدمه في القاكن بنعمل ايه؟ بنسخنه يبقى هنا سرم الانرجي وهنا في الالكتوريستي خلي بالكو لايت اتحول لكيميكال انرجي بعد كده طاقة حرارية نتيجة الحرق اندي كيناتك اللي هي طاقة حرقية اللي هي بتساعد ان التوربنز تتحرق ان الالكتوريستيشن بعد كده التوربنز تتحرق حاجة اسمها دينامو فتطلع الالكتوريستي تتحرق الالكتوريستيشن وده كانت المراجعة الدرس الاولاني تحرم نشوفك مراجعة الدرس التاني ان شاء الله بالنسبة لي كان بيكلمني على انواع الوقود وكان مهمة قوي اعرف مصطلحين مهمين اسمهم رينيوبول ونون رينيوبول وفي حاجة اسمها الالكتوريستيشن اللي هو دائم قال لي ايه يا رينيوبول مصادر الطاقة مصدر الطاقة يعني حاجة تتحرق طاقة اذا ما احنا عرفنا كده ان الالكتوريستيشن وستخدمها بعد كده او اللي انا احولها لكيناتك وتستخدم في الالكتوريستيشن فهنا بيقول لي رينيوبول يستبدل يعني تستبدل او يحل محلها اللي هو بدل اللي نفذ سريعا او قريبا سولر انرجي اند ويند انرجي مع ان انا بقول يعني ان السولر انرجي تعتبر بحاجات البرمننت بحيث ان هي الشمس سيبقى موجود على طول لكن بحيث ان هي بتغيب مثلا فممكن نصنفها اللي هي رينيوبول متجددة تمام لان هي بتغيب في اجزاء من القرى الارضية وتظهر في اجزاء اخرى تمام يبقى دي كان بي ريبليسد سونا انما هنا تستخدم بطريقة اسرع ما بتستبدل زي الكل والايرم يعني في مكان في فحم او والله اما الفحم دي خلاص انما المية مثلا المية دي ممكن تتبخر وتتكسب بعد كتابة تنزلي امطار فممكن يحصلها اللي هو استبدال في وقت سريع انما دي لقى كذلك البترول وكذلك الناترالج تمام في قول الفيول ممكن يتصنف لحاجتين وقود حيوي اللي هو وقود حفري والحفري الحاجة اللي بتكون ماتت وندفنت ليه وقت طويل جدا تحت سطح الارض هنا بيقولي هنا بيقولي مثلا wood it is the oldest that is still used all around the world طبعا في الكوكينك اكتر حاجة و الوارمين charcoal اللي هو الفحم النباتي made of wood and it is an important some types of plants such as grass corn and wood chip اللي هي المشورة يعني can be used to make liquid fuel وقود اللي هو سائل خلوا بالنا من الحتة دي باللي عليكو اللي هي grass wood chip تعمل liquid fuel هنا بيقولي البيوفيول بتصنف على انها renewable اللي هي متجددة can be continually renewed as plant كل من نباتات اللي هي طيب ازاي نعمل conservation اللي هو عملية اللي هو حفاظ على البيوفيول بيقولي الظو على الرغم من biوفيول are renewable energy resources they should be conserved ازاي؟ قالي using good as a fuel required cutting down trees طب cutting down trees at a faster rate that they can grow lead to the deforestation اللي هي عملية ازالية الغبات يعني عشان تطلع biوفيول محتاج ان انت تقطع الأشجار وقطع الأشجار بمعدل أسرع من نموها ده بيسبب ازالية الغبات فده ممكن يعمل ايه؟ negative effect on the environment بحس ان النباتات بتقدر تمتص carbon dioxide وتطلع مكانه اكسجين تنفسه صحيح؟ يعني مفيدة جدا جدا للبيئة فانت لما تقطعها وتعمل اللي هو عملية ازالية الغبات بيقولك so we should conserve using wood so it will not run out يعني معنى صح لازم نكون حرصين في استخدام الخشب مش ان احنا تعمل على بطالة عملية نقطع من اللي هو الأخشاب طب ليه؟ الأشجار بتاخد وقت طويل الا ان هنا بيقول لي يعني بتاخد سنتيمتر كل سنة while some trees reach zero full height in a period nearly equals a human lifetime يعني فيه شجرة تبقى قد عمر الشخص كده اللي هو عاش خمسين او ستين سنة ده معنى ان مش بسهولة برضو ان احنا نجيب اللي هي الأشجار دي مرة تانية عشان كده بيقولك ان انت لازم تبقى معتدل في استخدام اللي هي بالنسبة للفاصل اللي هو الوقود الحفري ايه هي الحفريات زي ما قلنا؟ قلنا هي كائنات بتموت وتندفن وبتتعرض لعوامل او فاكترز معينا بتساعد في تحولها لفياول بيقول اللي هو لمدة زمنية طويلة طيب احنا عرفنا الامثلة على البيو فيول كان زي اللي هو الود والشاركول والكورن والوود الشاب يبقى دي او كائنات حي انما هنا الاول والناترول غاز دي دي مش كائنات حي دي شيء جايه من بقايا الكائنات الحي اللي ماتت سواء ett plant or animal طيب مين اللي بيجي من الplant ومين اللي بيجي من الانيمال قللي ان الاول والناترول غاز دي الاول الله هو البيترول والغازات الطبيعي formed from the composition of ancient sea animals من حيوانات البحرية القديمة انما الكول الفحم بيتكون من من النباتات القديمة يبقى الحيوانات القديمة تديني النباتات القديمة تديني اللي هو الكول هنا الجازولين عرفنا انه هو مصنوع من الاول وان الفصل فيول تبقى ملابلا اي حاجة من الثلاث الدول لو خلصت الاول والكول مش هيتم استبدالها بسهولة انت محتاج ملايين السنين الفصل فيول الفصل فيول ملابلا يعني يستهلكوا بمعدل أسرع من انتجهم فانا بيقول ازاي يتكون الفحم من النباتات القديمة ملابلا 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 مثل ملابلا ملابلا وهنا متر ملابلا من تبقى ملابلا تحولت لي الفهم وهنا بيقول لي اللي هي اسمه تمام هنا عاوزي عامل لي comparison ما بين اللي هو اللي هو المية والبترول بالنسبة للبترول والمية والزيت والمية two types of resources that human can use to generate energy ممكن الانسان يستخدمهم لانتاج الطاقة الاويل على سبيل المسال هو انما الووتر طيب تعالوا ما نشوف و ازاي نحافظ عليه الاويل قلنا بيجي من المائية القديمة من الحيوانات المائية القديمة طيب اتكون ازاي هنعرف الطريقة هنا بيقول من عمق كبير في الارض من اتباع الماء من أزاي طيب الانطاعة البحري اتباع الماء تستقر في جديد人 من البحر مذاهر ستبقى باللغة طيب ثم ثم نتجد نتجد و البحر لذلك يعني أنك بكلمني وقت طويل جدا فهنا برضه بما انه كما نستخدمش اللي هي المركبات الخاصة يعني العربية بتاعتك الموتوسيكل اي حاجة من دول تاني حاجة عشان نقلل الاستهلاك الوقوع وكمان تقلل تلوث البيئة ونقلل زحمة العربيات وحاجات كتير جدا طب بالنسبة للوتر طبعا قلت المياه هي ممكن تتعوض فقط قريب بس ممكن لا لو تعرضت لظروف كفافة او كده باستخدام المياه لا تلوث المياه ولا تضيعها على الفاضي فتح الحلفية عملت رشة على الفاضي والمليان يعني تحاول في منطقة معينة لو مصادر المياه محدودة فيها نزرع محاصيل ما بتحتاج شيء اللي هو اعملية رأي كبير والخش على راجعة الدرس الثالث ومعلشان لو طاولتها عليكم لكنه برضو شيء مهم ان احنا تذكر معلومات القانسبت ده خصا ايه قريبا من بعضها بعض الشيء بالنسبة للسن سوري كان بيتكلم على جنرياتينج الكتريستي وقلت الدرس ده مهم جدا جدا فعلا هنا بيقول لي فصل فيو فورميشن طبعا عارفنا ان المارين أو اللي هي الاقواتيك ليفنج او ارجنس ليفت انتشينت طايم زرمين اوف مارين تمام بعد كده ده اللي هو كان فورميشن اف ايل على وجه التحديد واخدنا الخطوات هنا بيقول لي ايه شكل الحياة لو عيشتنا بدون قهربة وايه اهمية القهربة في حياتنا طبعا اهمية عظمة جدا نفس الفيول وكذلك الكل بس احنا متكلم على بحيث انهم من الحاجات يعني المكلفة اكتر من الكل نفسه انت تقفل الانوار وانت تقفل الانوار يعني لا تقفل الانوار بتاع الشقة كلها او المكان اللي انت في كله وانت اساسا مش قاعد فيها او مش بتستخدمها تاني حاجة اللي انت تعمل اللي هو نزع او تشيل يعني اللي هو في حالة عدم استخدامه يعني لا تسيبش التلفزيون على سبيل المثال تمام انت دلوقتي هتعاوز تتزاكر بطرق مختلفة زي اللي انت تستخدم في الحالة دي هيبقى فيه مجود على العين وتبقى الامر صعب جدا ممكن بعض الناس تحبز الموضوع على فاكرة يقولك ان الناس تستخدم الشموع ورقة او قلم عسل من الكمبيوتر في حيث انها تعمل او اجهات للعين يقولك تمام برضو ما فيش مشكلة بس مش هتستمر في الوضع هذا كتير تمام نركز مع بعض كويس اوي 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 فيه اللي هي الرسمة دي ازاي بقى تتم انتاج القهربة في الالكتريك فاور ستيشن اللي الفيول بيحصل له بيرل فبتبدأ ان انت تحصل عملية هيتينج اللي هو الووتر للمية فتطلع ايه ستيم البخار البخار ده بيدخل على الهو التربين فتبدأ تدور تربينز دي ترن جينيراتور تبدأ تدور الجينيراتور ده اسمه دينامو التي اسمه لأنه يطلع قهرب يبقى تربين يلف بوسط من الستيم فلما يدور التربين التربين يلف من الجينيراتور فالجينيراتور يطلع الالكتريك انيرجي لتحصلها تحصلها تحصلها فهنا بالضبط هنا كده بيقول تجنرات الالكتريسيتي تفصل في الالكتريك باور ستيشن اللي يسمى محطة القهربة يعني ستيش يحتوي تصعد البخار هي تستمتع تربين 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 حركت الالكتريك انيرجي تتنقل خلال تربين تربين ندخل دلوقتي على الدرس الرابع والاخير في القنسبت ده ونشوفه على بعض بالتفصيل عنوان الدرس ازاي ما قلنا من شوية حاجة اسمها Big Study Environmental Concern اللي هي المخاوف او الحاجة اللي بتهتم بها المدن الكبيرة عشان خاطر موضوع التلوث بخصوات اي حاجة في الدنيا ان احنا لازم بيكون لها عادة مميزات وعيوب تمام فهنا احنا عرفنا في الكذا الدرس اللي فاته ان احنا ممكن نستخدم الفيول كاين كان نوعه استخدام جميل في انتاج الكهرباء في الورمينج في حاجات كتير جدا لكن برضو اكيد الحاجات دي هيكون لها negative effects او حاجة اسمها negative impacts اللي هي تأثيرات سيئة على البيئة او سلبية فهنا بيقول الفيصل في او لها negative impacts in big cities while where pace and increase of people need and their industrial and agricultural activities cause pollution problem around the world يعني ايه المدن الكبيرة بتبقى فيها الصناعة منتشرة بنسبة كبيرة فبناء عليه ان الناس ستبقى استهلاكها اكتر للوقود ومش كده كمان كده بس كمان عندي agricultural activities agriculture يعني زراعية industrial اللي هي صناعية يبقى فيه انشطة صناعية وانشطة زراعية كل ما تزيد الانشطة دي ده هيتم استهلاك وقود اكتر فتعمل لي pollution problem اللي هي عملية اللي هي تلوث شديد للبيئة تمام فهنا بيقول لي some sources of pollution in big cities بعض مصادر التالي ومصادر قلنا مصدر يعني اللي بيخرج الحاجة او اللي بيسبب الحاجة تمام هنا مثلا قال لي smog smog اللي هو الضباب الضباب يعني زي ما انتم شايفين في الصورة دي كده سحابة غمقه بليانة دخان واسود كده فهنا بيقول لي some smog produced from burning of fuels بيعمل ايه بقى اللي بينتج من حرق الوقود load the air طبعا كل مكان الوقود بداء شوية زي الكل مثلا الفح لو جبت شوية تمام تلاقي المنظر ده طلع بنسبة كبيرة بعكس ان احنا مثلا لو استخدامنا natural gas هيكون ال smog ده اللي هو اقل المهم اللي هو تأثير وعائب بيعمل اللي هو pollution لالايع تمام تاني حاجة زي ما احنا شايفين الرجل ده او المزارع ده اللي هو بيستخدم حاجة اسمه مبيت حشري يعني ايه مبيت حشري بيستي سايدز بيستي سايدز مبيت حشري بيستخدم فين في فارمز اللي هي المزارع والحقول كان بيكاريد اوت انتو ووتر بيتشال او بيمشي في المية او بيحمل الى المية ان كانالز اند ريفر وين رين فولز بمعنى صح المطار هيسقط فبنان عليه طبعا هيبدأ اللي هو يوقع المبيت الحشر ده من على الزرع ويبدأ يمشي لحد ما يوصل للكانالز اللي هي القنوات وبعد كده كمان ممكن يصب في الريفرس طيب المشكلة اكتر في الريفرس ليه قالني ده بيعمل بيعمل بيستي سايدز لان لان لما يقصد اللي هو بيستي سايدز تما كده النبات هيمتصه واحنا بعد كده هنأكل اللي هو النبات ده ممكن نبات اصلا يموت ولما متش احنا هنستهلكه بعد كده فيقص على صاحبنا وممكن يوصل عن طريق المية اللي احنا بنشربها لو ما تمش انتقيتها او حصلها بيوريفيكيشن بشكل سليم فالبستي سايدز من الاضرار بتاعها انها ممكن تعمل للسويل وووتر تمام بعد كده الكيميكال وفاكتوريز اللي هي المخلفات الكيميائية بتاع المصانع وكمان هتنزل مع المية طبعا نير بويتر وووتر وصويل وهتبقى برضو نفس المصير اللي هو البستي سايدز فدي بعض مصادر التلوث البستي سايدز في فارم والكيميكال اللي بيستخدم في الفاكتوريز طيب بعد ما بيحدث التلوث ده اكيد بينعكس على فهنا بيقول لي تلوث الهواء على وجه التحديد فهنا بيقول لي اللي هو الضباب اللي بيطلع من اللي هي الدخان او الضباب اللي يطلع من العربيات ده بيعمل اولاد بيعمل ايريتيشن ايريتيشن معناه تهيج طبعا اللي هي حساسية في العين اللي عين بتبقى محمرة كده وكمان اللونجس اللي هم مرقتين فنبدأ اللي ننقوح وبعض الناس بتصاب اللي هي اللي هي الحساسية يبقى كلمة ايريتيشن معناها اللي هو تهيج تمام كمان كأنك بتدخن من غير ما تقصد ان انت بتاخد وتتنفسها فتخش الرقتي اه ممكن يعمل ايريتيشن لكن ده بتعمل ايه بتعمل يعني بتدمر ارقتين مع الوقت خصوانا قدت عايش في مكان شديد التلوث ممكن اغلبنا او اللي بسمعني يقولها او مش هتوصل لكده لكن فعلا فيه ناس بتعاني من الموضوع ده لو هي عايشة في مكان شديد التلوث او جنب مصانع او اللي هي ظروفها قدت ان هي تتعرض لنسبة كبيرة جدا جدا من السموج اللي هو بيبقى فيه سمول بارتكولز طيب تعالوا بقى دلوقتي نخصص كلامنا اكتر بعيدا عن السموج والكيميكالز على البرنينغ فاصل فيول وعلاقته بالبلوشن هنا بيقلني بيقلني ده ممكن يكون مسبب بالبلوشن ازاي؟ هنا بيقل طبيعي ان احنا بنحرق الوقت قد جوه العربيات عشان وكمان لو بنتكلم بلقى خاصة على الاكتريستي فدها عشان تعمل اللي هو بيقلني المهم هنا بيقلني نحصل على الطاقة سواء من حرق الوقود في المحركات او وكمان نحن نحصل منها الاكتريستي اللي بيحصل طبعا عرفنا على وجهة تحديد الكول او بيتم حرقهم داخل محطات الكهرباء ونحن المهم وان يتم إستجابه وكذا الاكتريستي تغيير طبعا ايه باقي المشكلة هنا بيقلني السلام بيقلني بيقلني قبل سواء أيها المشكلة في الغاز ، انت لما تحرق الاله والايل ده على وجه التحديد بيطلع غاز مضر جدا اسمه كاربون داكسايد جاز بيعمل بقى ايه كاربون داكسايد جاز ده قال لي بيعمل حاجة اسمه اسيد فيهين اللي هي امطار حامضية وغلوبال بورمينج ايضا حاجة اسمه الاحترار العالمي يبقى المشكلة هو عمال يتكلم كتير 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 ويقول لي فايدة اللي هو البردنج في الفيوس اللي هو الفيول عشان الالكتريستي واستخدامات الكهرباء وهكذا بس هنا لاول مرة يفصح لي عن الضرر والضرر هو وجود كاربون داكسايد جاز كبرودكت او ناتج واللي بيسبب حاجتين تعالوا بنتكلم عنهم بالتفصيل اللي هما الانطار الحامضية وحاجة اسمه اللي هو الاحترار العالمي او اللي احنا بنقول عليها الاحتباس الحراري ونشوف تأثيراتهم بتوصل لحد ده لما بيطلع الكاربون داكسايد من بيرنج اللي هو الفوسيل فيول بيقدر يحصل او النواية اتحد مع الووتر اللي هو بخار المية اللي موجود في الهوى فهنا ولاد الكاربون داكسايد دا لما تدرس بكيميستري ان شاء الله تعرفوا ان لما بيدوف في المية بيديني حاجة اسمها كاربونيك اسد يبقى اذا انا كون عندي مراكب كيمياء اسمه اسد المهم هو بيفضل متعلق في الهوى وبينزل مع الانطار فيروح نازل فين اكيد على اللي هي الصويل فاول حاجة بيسبب death of trees اللي هو موت الاشجار تاني حاجة هو مش ينزل على الصويل بس هينزل كمان فين على اللي هي فبيعمل اتشينج انزا كيميكال نيتشر اوف الليكس وكمان يعمل كيلنج للفاش يعني طبعا ببقى انه اسدرين تمام فممكن اللي هو الاحماط دي تسبب فموت المية بسبب الاسمك اللي في المية بسبب تلوزه يبقى تغير في طبيعة البحيرات وكمان كيل فاش تالت حاجة بيعمل اتشينج انزا كيميكال نيتشر اوف صويل واللي بيترتب عليها ديس اوف ترين طب لو هو في بلدنج او مبنى وايه المطر دا نزل عليها اللي هو الاسدرين دا فيعمل اللي هي بتاع المباني تمام يبقى دي الاضرار بتاع الاسدرين وبيجي مني الاسدرين نتيجة اتحاد الكربون داكسيد مع الوتر اللي موجود في الهواء ده بالنسبة للامطار الحامودي بالنسبة للجلوب الورمين ومن تاع البساطة اولاد انا عاوز اشرح لكم الموضوع ده بشكل كده في جنب كده لو احنا اجينا نبص ده مسال اعتبرنا ان ده كوكب الارض ودي اللي هي الصم فالصم يبتدي اللي هي الاشعة بتاعها بتفضل ماشى فيه لحد ما توصل تدخل الانهار والبحار والمحيطات وخلافه فيها جبال والارض وغير 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 كل ده بياخد الكمية المطلوبة من اللي هي الانيرجي اللي جاءه من الصم تمام وبعد ما بتاخد اللي هي الكمية اللي يعوزها مفروض بترجع الباقي على هيئة اشاعات تاني لفين للفضاء مهم لو كاربون دايكسايد اللي هو رمزه سي او تو بقى موجود في الجو بالنسبة كبيرة هل الحاجة بتقدر ترجع الفضاء قالك لا امال ايه قالك الاشاعات الزيادة عن سطح الارض بيحصل لها حاجة اسمها تراب تراب يعني ايه تتحبس فلما تتحبس والاشاع دي ما تقدرش تطلع من الارض تاني للي سبيس تروح مزودة درجة حرارة الارض وده طبعا بيبقى ليه تأثيرات احنا بنحسها جدا زي ارتفاع درجة حرارة شديد في فصل اشتصيب وكمان انه هو ممكن يعمل زوابان للجليد اللي موجود في التوب فولز وده يعمل غراء للارض فجلوبال ورمينج بيقول لي بيكون لير انز اتموسفير بتعمل ايه تعمل تراب للهيت بتحبس الحرارة على الارض فبتعمل اللي هو كل سنة تلاقي اللي هي درجة حرارة او متوسط درجة حرارة الارض عمال يزيد وده يبقى اسمها حاجة اسمها نوفل وارمينج اللي هو الاحترار العالمي او الاحتباس الحراري وبرضه السبب فيه هو اللي نتج من ان يولاد زي ما قلنا من شوية نتج من بيرنينج اللي هو الاخص الاخص الكول والاويل اسف تعبت شوية فبعض الكلام بخش في بعضه تمام طيب هنا بيقول لي هاو تو ريديوز زي اسدرين اند جلوبال ورمينج ازاي تقلل حاجتين دول بعد ما عرفنا اضرارهم وانهم ممكن يتغيروا طبيعية حاجات كتير جدا في حياته فهنا بيقول لي بيست سلوشن الحل الامثل تو ريديوز زي اسدرين اند جلوبال ورمينج برضه بعيد نفس الكلام ازاي بيقول لي ااذ كمية الوقود اللي يتحرق عشان ينتج الطاقة هيقل صحيح فكل ما تقلل كمية الوقود المحروق كل ما نسبة مين اهه هؤلاء كان هناك سنحوظ انهارار من الحفاظ على الطاقة بشكل عام يعني الحفاظ على الطاقة بشكل عام اللي احنا عملين نتكلم عليه ده اللي احنا نعمل نحافظ على الطاقة يعني نقلل استهلاكنا للطاقة زي ما قلنا بدون داعي يعني زي ما احنا قلنا كده نسيب النور شغل في اعمال على بطال آآ ما نبقاش كل شوية فعلا استخدام العربيات على الفاضي والمليانة يعني تبقى فيه اللي هي عملية آآ ترشيد فهنا بقى بيقولي الملفعة اللي فهي عملها تعمل ايه كمان قال لي نون رنيوبل فوصل فيول هنعرفنا نون رنيوبل فوصل فيول بتاخد وقت طويل عبر ما تتكون تاني تبقى انا عليه انت هتحافظ عليها لاطول مدة وتقدر تستخدمها وتحقق منها مكاسب اقتصادية كبيرة وكمان هتحافظ على اللي هو الارض اللي هو آآ نضيفها تمام طيب هنا بقى اصدابته لو جاء يكلمني على كونسيرفينج للفوصل فيول نفسه احنا تقريبا اتكلمنا على كونسيرفينج بتاع الفوصل فيول ده لما جينا نتكلم على الفورميشن آآ اوف ايل لتتذكروا في الدرس التاني وكمان اللي هو الكول تمام احنا عرفنا الفوصل فيول لما جينا نتكلمنا عليها هنا كده اتذكركم بيها انها بتاخد ملايين السنين عشان تتكون واحنا بناءا عليها لازم نتعامل بشكل افضل اهو كونسيرفينج اوف ايل على سبيل المثال اللي هو ممتاز الوحفنة خارجة الوحفن و هو باستخدام الوحفن انا هيعيد برضو كلام مشابه لها انت عاوز تحافظ على الفوصل فيول الوحفن او او اللي هو الاويل هتعمل ايه؟ انا بيقول ايولاد فوصل فيول ار برنت توجي نريد الكتريستي باستخدام الوحفن فيال او الوحفن لبعض محفن كمية محدودة فصل فاول فصل فاول هذا يعني أن فصل فاول لا يمكن أن يكون مرحباً كثيراً فصل فاول فصل فاول فصل فاول لو ما قلناه اللي هو استهلاك تمام برضو يعيد نفس اكلة طب ايهي بقى الطرق اللي برضو وكين اللي انت تمشي ريوزن بايسكيل اوه تتمشى اوه تستخدم الدراجة بتاعتك بدل من ان انت تعد تسوق عربية ثاني حاجة دي من هتحافظ على الفصل فاول ومن هتحافظ طبعا على الاكتريستي اللي بتيجي من الفصل فاول دي من الحلول الممتزج جداً بس هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انت تستخدم الواتر او الويند او السولر انيرجي انت محتاج اجهزة خاصة عشان تشتغل بيها واعادة الاجهزة دي بتبقى مكلفة بعض الشيء لكن في النهاية تعتمد على حكات رينيوبول فهتبقى بالنسبة لي افضل كتير جداً تمام؟ طيب هنا بيقول لي من العيوب ان هي بتطلع الاجهزة اللي بتعمل اير بلوشن واتفقنا اللي هو الاسيد رين وثاني حاجة بتعمل تراب في اتماسفير فتسبب تغير المناخ تتغير المناخ هنا في نوت بتعزز المعلومة اللي انا قلتها من شوية الخاصة بالرينيوبول هنا بيقول لي ان تخذ بالدخول احضر الفيуди الخاصة ليست ان تنفذ و هتدى جداً لان المناخ لا ترابي بلدخل مش هتسبب بزيادة في درجة حرارة الارد ولا تستعمل غلوبال ورمينج ولا او غيره but it costs more money بتكلف اللي هو اكتر من ان انت تنتج الطاقة من الفصل في اليه لاني لازم اجهزة خاصة عشان خاطر ان هي تقدر تشتغل بالوتر او الويند او السولار انرجي وده اللي احنا قلنا من شوية نروح لعسلة give reason give reason far more must decrease the use of pesticide ليه because pesticide cause the pollution of soil and water smog of coal is very dangerous to human health لأن smog of coal cause irritation of human eye and lung increasing the burning of fossil fuel cause acid rain because burning fossil fuel produce carbon dioxide gas which combine with water in the air forming acid rain الممكن تعمل this after you change in natural nature of soil وخلاف هنا فيول global warming occurs due to the increase of burning of coal and oil ليه global warming يحدث نتيجة زيادة حر الكول والاويل not because burning of coal and oil produce carbon dioxide which form a layer in the atmosphere that trap heat on the earth causing a slow rise in the earth's temperature that cause global warming acid rain has bad effect in building and cities because it causes dissolving of some rocks including the rocks used for rebuilding كلام من شرح نفسه the used amount of fossil fuel can't be replaced as quickly as consumed because fossil fuel طبيعته non-renewable energy resource that formed over millions of years to keep the air clean we must replace fossil fuel with renewable energy resources because when fossil fuel is burned it emits يعني بتشاع او بتصدر gases that causes air pollution what happens if pesticide mix with water and the canals of river causes pollution of air and soil factors decrease the use of chemicals the pollution of air of soil will decrease acid rainfall in building to solve rocks used in building people decrease the use of fuel the amount of carbon dioxide in air will decrease ما عليش يتعب هنا بيقول لي to the amount إلا هيحصل للا amount of fossil fuel is that if we don't conserve use it it will run out from the earth people don't rationalize their using fossil fuel if fossil fuel were not outside what happen when using renewable energy resource instead of fossil fuel increasing the air's temperature إلا يحصل according to the air's temperature if using renewable energy resource will not cause an increase in the air's temperature مش هتسبب زيادة في درجة حرارة الارض وكده فضل الله نكون انتهينا من شرح الكنسبت كله اتمنى ان شاء الله نكون استفدتم منه واتمنى دعوت اصدقائكم مشاركة بالقناة والاستفادة لمحتوائها وننسيش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتسيبوته عليه وده بيساعد في انتشاره والتعايي اكبر استفادة للجميع منه بإذن الله واخيرا وليس اخيرا اسألكم الدعاء الوالدي والجميع من تهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة